موسيقى يزهو الإنسان دائما بالتراث والتاريخ خاصة عندما يسكن الأمكنة والأزمنة ونحن نتحدث عن التراث والتاريخ والحضارة فهي مدينة الصلط أجمل المدن العربية الموجودة وبالعامية المصرية عايزة تكلم عن انطباعي وإحنا في الطريق إلى مدينة الصلط بديع الأماكن الدخول التاريخ تشعر بأن الحجر يتكلم هنا في الصلط يتكلم عربي يتكلم عن حضارة كبيرة يتكلم عن معمار وأثار ويتكلم عن أزمنة عاشت هنا قبل بلاد كثيرة وكبيرة هذه هي مدينة الصلط بالتأكيد يا شافكي هذه المشاعر اللي وصفتيها ونحن نتواجد في مدينة الأواء المدينة الصلط هذه المدينة الجميلة مو فقط على الأشياء الحجر اللي موجودة بيها حتى الإنسان داخل هذه المدينة تشعر بالدفق حينما تتجول في شوارعها إضافة كبيرة إضافة مدينة الصلط إلى لاحة التراث العالمي فحقيقة المشاهد متشابهة إن كان المشهد في الصلط لعراقتها وخمسة آلاف وخمسمائة عام من الإرث والحضارة والتاريخ وما أعطت هذه المدينة من مسميات كبيرة لأصحابها وحتى في منازل هذه المدينة هناك إشارات وإضاءات مهمة بالنسبة للوطن العربي حقيقة مبارك للأردن قيادة وشعبا ولمدينة الصلط هذه المدينة الجميلة إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو حقيقة هو توثيق وتخليد لمنجز كبير لأجيال مهمة قدمت لهذه المدينة على مدار العوام كان المشهد متشابه في العراق عينما أدرجت مدينة أور وزقورة أور ومهبط الأنبياء للنبي إبراهيم ضمن لائحة التراث العالمي هو هذا التمازج والخريط المتماسك بين البلدان العربية كان على صعيد العراق فلسطين الأردن مصر هي الشعوب الواحدة تتكلم بلغة واحدة وتفهم بتاريخ وأرث وحضارات مشتركة صحيح يا أحمد أول شيء سعيدين جدا بوجودكم وأيضا بهذا الانطباع والحديث من القلب عن مدينة أسلط ولكن اسمحوا لي أن نتعرف أكثر على تاريخ مدينة أسلط مدينة التسامح والضيافة الحضارية ويسعدنا أكيد أن يكون معنا في بيت للكل اليوم رئيس بلدية أسلط الكبرى وعمدة المدينة عطوفة السيد محمد الحياري وأيضا معنا رئيس جمعية المحبة والرحمة ومنصق جمعية الكاريتاس الأردنية السيد ميشيل فشخو أهلا وسهلا ومرحبا نعم يا إبراهيم ونتحدث أكثر حول هذه المدينة البهية رائعة الجمال مع سعادة المهندس محمد ونستهل هذا الحوار بالترحيب فيه كمان مرة سعادة المهندس ونتحدث في البداية عن نأخذ لمحة ونبدأ تاريخيا عن هذه المدينة بشكل عام الله يسعد مساكو ومرحب فيكو الأخوة الأشقاء من دولة فلسطين ومن دولة العراق الشقيقة وأختنا من دولة مصر هذه الدول عزيزة على قلوب الأردنيين كما هي عزيزة على قيادتنا الهاشمية ونقول لسيدنا بمناسبة هذا اليوم كل عام وأنتم بألف خير سيدي مدينة الصلب إذا تتحدث عن هذه المدينة التاريخية هذه المدينة الوردية بجمال سكانها وبجمال أبنيتها التراثية هذه المدينة هي أكبر تجمع سكاني في الشرق الأوسط عام 1867 و67 بنيت أول سراية حكومية كان هناك في مدينة الصلب محلتين بما يسمى المحلة هي محلة الأكراد ومحلة العواملة هذه المدينة كانوا يأمها التجار من كل دول العالم المحيطة وخصوصا بلاد الشام فلسطين وخصوصا نابلس وحيفا وعكا بالإضافة إلى مصر ولبنان وما يشهده التاريخ بأن كان أكبر استيراد وتصدير في هذه المدينة في هذا التاريخ وكان هناك سوق شعبي في مقام النبي يوشع على جبال الصلب هذه كانوا يستوردوا منه مادة القلي وهي هذه مادة تستخدم في صناعة الصابون كانت تأتينا من البادية الأردنية وخصوصا مدينة معان مدينة الصلب هي أسست فيها أول مجلس بلدي سنة 1881 كان أول مجلس بلدي تعيين وعين مدير المدرسة السيد أحمد عبد الهادي رئيسا لبلدية الصلب ثم تم انتخاب مجلس بلدي في سنة 1887 فلذلك مدينة الصلب تضم أقدم بلدية على مستوى الأردن أقدم غرف التجارة على مستوى الأردن ما يميز مدينة الصلب إذا رأيت إلى الجدران وإلى أبنيتها هذه المدينة تتميز بالدفء السكاني وبالدفء العمراني هي تضم أكبر مجموعة أبنية تراثية في مدينة الصلب وكانوا يستوردوا الحجر الكرار أو البلاط الرخام من إيطاليا يعني الكلام اللي بتقوله كلنا شو نعرف المزيد خليني أنقل الحديث إلى سيد مشيل وهنا يعني خليني أسأل حضرتك بما أنه من حديث سعادة المهندس أيضا هي مدينة الأوائل اللي عرفناها يعني منذ القدم وعايز أعرف بقى كرم الضيافة والحضارة يعني إيه بالنسبة لكم طبعا السلط هي وصفة بالمدينة التسامح والوئام والمحبة طبعا اليوم المجتمع بالسلط هو مجتمع واحد سواء كان مسيحي أو مسلم اليوم إحنا يعني السلط هي يعني لو حفوش سيفساء يعني بنشوف قاعدين البلد يعني أي واحد يدخل على البلد بيشوف أداش واضح الأمور أداش فيها محبة وأداش فيه ناس متفاهمين وأداش فيه تناسق وانسجام بين بعض فيعني السلط هي طلع مرة أهله السلط مضياف وكريمين وحب الضيف ومحبة يعني يعني من السناء السنة أنه نوق واحد يوخ الضيف يعني أي وقت بدنا إياه تعالوا أهله سهله ومشرفون حقيقة هذا اللي تتحدث بصموحة الآن يعني التمسنا أنا وإبراهيم كنا نتجول في الشوارع في الأسواق الناس كلها مثل ما نقول بالعراق بيعزب تعال تفضل يمي تعال تغدى معزوم على شي كل هذه الأمور التمسناها بمحبتهم حقيقة للزائرين لهذه المدينة أستاذ محمد نتساءل اليوم بإدراج مدينة بعمق وتاريخ وحضارة هذه المدينة اللي هي أكثر من خمسة آلاف عام اليوم إدراجها من لاحة التراث العالمي البلدان العربية في بعض الأحيان يصيبها الكسل في قضية استقطاب الآخر لإيجاد موارد اقتصادية مهمة كيف اليوم الرؤية المستقبلية حتى نحافظ على التراث المعماري بالإضافة لإستقطاب العرب بالإضافة لأن تكون مورد اقتصادي مهم للأردن سيد الكريم تعرف منظمة الأمم المتحدة واليونسكو تم إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي لسببين رئيسيين أول شيء هو الوئام الديني ما بين الإسلام والمسيحية وأنا بالمناسبة أنا لا أسأمي ويئام بقدر ما هو أعمق من ذلك بكثير مدينة السلط ما يميزها بين الإسلام والمسيحية لا يوجد أحياء منفصل هناك تداخل سواء بالفترة أو بالدم أو بالتاريخ لا يوجد أي فاصل ما بين أحياء مدينة السلط مدينة السلط متداخلة وإذا حكينا عن التعايش فهو قليل بحق هذه الصفة هو أكثر من ذلك بكثير وبالإضافة إلى السبب الثاني والمهم وهو كرم الضيافة المشهود لمدينة السلط تم تعرف مدينة السلط كانت بالتاريخ الماضي ولا زالت فيها ما يسمى بالمضافات في عنا بيت أبو جابر في عبدالله الداود في فلاح الحمد في أكثر من مضافة كانوا يأمونها معظم زوار المدينة من الداخل والخارج ولكن اسمح لي أن أقول بأمانة إذا كان هناك جهد بذلة لتسجيل مدينة السلط على قائمة التراث العالمي فأنا أزكي أختنا والمهندس لنا أبو سليم لما قدمته من دور وتعب ومشقة أنا أعي ذلك علما بأنه لم أكن رئيس للبلدية ولكن متابع لمدينة السلط كانت المهندس لنا لها دور كبير في إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي نعم يعطيها العافية ودائما نحن نتحدث عن نشامة ونشميات الوطن وقدرتهم بعكس صورة الأردن بطريقة مشرقة اسمح لي أنتقل لسيد ميشيل عطوفتك سيد ميشيل نحن نتحدث الآن وسمعنا الأذان في الخارج ونحن الآن في كنيسة كنيسة التير الأتين وتحدثنا لربما عن العيش المشترك من وجهة نظرك ويعني من واقع العيش اللي عايشينه في السلط كيف عم بتشوف هذه العلاقة بين المختلف الأديان أكيد بالسلط مختلفين يعني بالسلط تحديد المختلفين اليوم إحنا تعودنا إحنا من أبانا وأجدادنا إذا بكون في أغنية وطي المسجل في أذان بصلي إحنا تعودنا الوالد الأجداد إحنا تعودنا تربينا هيك بالسلط اليوم إحنا مثل المسيحي إحنا اليوم يد واحدة في يؤام واحد في محبة في تشاركية إحنا راح نكون طول إحنا راح نقل الصورة للعالم في محبتنا وبتسامحنا في انسجامنا في داخل المدينة نعم وعلى قولت الفنان الأردني المغني المشهور عمر العبداللات على طريق السلطي أما ماشينا وإن تعبت الرجلين نمشي على دينا ترجمة نانسي قنقر